رحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبائي؟ اشتقنا لكم كثيراً معكم المعلمة افتكار العقاد من الصف الثاني من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة اليوم يا أعزائي سنأخذ درساً جديداً في مادة الاجتماعيات وهي ورقة عام الأربعة السلامة العامة السلامة العامة أولاً قبل البدء في الدرس سنقوم بتحليل العنوان كما تعودنا في المواد السابقة والدروس السابقة هيا بنا أول كلمة هي السلامة السلامة لنبدأ فيها حرف مشدد حرف السين يصبح حرفين الأول ساكن والثاني متحرك لنحللها الآن أس س كلمة العامة كلمة العامة أيضاً فيها حرف مشدد وهو حرف الميم الأول ساكن والثاني متحرك لنحللها العامة العامة لاحظوا ماذا وضعت مع حرف العين والألف من الساكنة لأنها يجب أن تتصل بالحرف الذي قبله فأصبحت ثلاثة حرف مثل ما نفعل باللام الشمسية أس تصبح ثلاثة هنا أيضاً أصبحت ثلاثة العامة 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 والآن هناك بالنسبة للسلامة العامة إرشادات وهي عبارة عن قوانين ماذا نعني بالإرشادات قوانين الإرشادات هي قوانين وأنظمة قوانين وأنظمة يجب أن نقوم بالتقييد بها هي مجموعة من القوانين تدلنا على التصرفات السليمة وتبعدنا عن الأخطار الإرشادات هي قوانين مجموعة من القوانين تدلنا على التصرفات السليمة وتبعدنا عن الأخطار فيجب علينا الالتزام بهذه الإرشادات العامة في حياتنا مثل ما مثلاً ماما تقوم بإرشادنا بعدم اللعب بمفاتيح الكهرباء عدم الاقتراب من الأماكن الخطرة هذه إرشادات ونصائح تقوم ماما أو بابا بإعطائها لنا حتى تحافظ على سلامتنا العامة وحياتنا إذن هي قوانين يجب الالتزام بها ونلتزم بها جميعاً لنشاهد معاً هذا الفيديو الجميل الذي يتحدث عن بعض من الإرشادات العامة هيا بنا أنا سلام أعيش بسلام أحيا بحب ووئام لن أسمح لأحد أن يلمسني أو يضربني لأن جسدي ملكي أنا كي تكونوا مثلي لابد أن تتعلم معي قوانين أحمي نفسي إذا حاول الشخص المعتدي أن يلمسني أحفظ وأقول لا بصوت عال أصرخ بصوت مسموع لأن المعتدي شخص جمال أهرب إلى مكان آمن لأني قوي وشجاع وأطلب البساعدة من الآخرين أبلغ أمي وأبي أم يهتم بأمر لن أفتح باب المنزل في غياب والدي أعتمد على نفسي في استعمال دورات المياه لن أركب في سيارة شخص لا أعرفه لن أمشي في الأماكن الخالية إسمعوا مني هذا الكلام فنحن أطفال اليوم سنحقق كل الأحلام إذن بعد أن شاهدنا هذا الفيديو الجميل هناك إرشادات يجب التقيد فيها بأماكن محددة منها ستكون داخل الصف ثم في ساحة المدرسة ثم في الحضائق العامة أولا سنتعرف على داخل الصف الإرشادات الموجودة داخل الصف النظافة يجب أن نحافظ على نظافة الصف النظام والترتيب الإبتعاد عن الشبابيك هذه أنظمة وقوانين وإرشادات يجب اتباعها داخل الغرفة الصفية كيف تحافظ على صفك نظيفا مرتبا منظما تبتعد عن الشبابيك والأماكن الخطرة داخل الصف في ساحة المدرسة عدم الركض في الساحة الوقوف في الطابور بانتظام واحترام النشيد الوطني كما تذكرنا في درسنا تحية العلام تحية العلام عندما قلنا نقف بالطابور بانتظام نستمع للسلام الملكي والنشيد الوطني في الحضائق العامة عندما تذهب في رحلة مع أهلك أو أقاربك أو أصدقائك أول عمل يجب أن لا تقوم به هو عدم تسلق الأشجار أو تكسيرها كما يفعل هؤلاء الأطفال فهذا سلوك خاطئ المحافظة على نظافة المكان هل يجوز أن نترك المكان معرضاً للأوساخ والنفايات وغير مرتب؟ لا، يجب أن نحافظ عليه نظيفاً حتى يستطيع الأشخاص الآخرون، ناس الآخرون، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية ولا تتشوى هذه المناظر بالمهملات والنفايات، فيجب المحافظة على نظافتها ثم عدم الإبتعاد عن الوالدين وعدم التكلم مع الغرباء فلا يجوز يا أعزائي كما شاهدنا بالفيديو أن نستمع إلى الغريب أن نقترب منه أو أن ندعه أن يقترب منا أو نذهب مع شخص لا نعرفه فيجب دائماً أن نكون قريبين من والدينا ولا نتكلم مع الغرباء لحماية أنفسنا إذن، ما أهمية الالتزام بالإرشادات في حياتنا؟ أولاً حمايتنا من الأخطار ثانياً تحافظ على صحتنا وسلامتنا ثالثاً تقلل من الحوادث والعيش بأمان إذن، هل هذه الإرشادات فقط لعدد من الناس، لعدد من المواطنين؟ هل يلتزم بها أشخاص ولا يلتزم بها آخرون؟ لا، هي لجميع المواطنين يجب أن تكون متساوونة في الحقوق والواجبات والانتثال للإرشادات جميع المواطنين متساوون في كل شيء الآن لنقوم بحل التمرين الأخير وهو التدريب الأول حمزة قبل البدء به سأضع إشارة صح هنا وإشارة خطأ والآن حمزة طالب ملتزم ينزل الدرجة بانتظام هل هذا سلوكه صحيح أم خاطئ؟ صحيح سبحت رهف في أحد السدود سلوكها خاطئ السدود يا أعزائي هي مكان لتجميع مياه الأمطار وهو مكان غير صالح للسباحة مكان غير صالح للسباحة مكان غير صالح للسباحة إذن السدود لا يجوز أن نسبح بها فإذن سلوك رهف خاطئ تسلق راشد إحدى الأشجار أخبرتكم بأنه سلوك خاطئ لأنه قد يسبب لنا الأذى شهد طالبة ملتزمة لا ترمي النفايات في الحديقة سلوكها صحيح لأنها تحافظ على نظافة المكان أحسنتم زيدا وأصدقاؤه يركبون الحافلة بانتظام أي يصعدون الحافلة باص المدرسة بترتيب ونظام هذا سلوك صحيح يصطف باسم بانتظام عند الشراء من المقصف هذا أيضا تصرف صحيح تقف ندى على حافة النافذة بالمنزل هذا أيضا سلوك ماذا؟ خاطئ لأنها تعرض نفسها للخطر تدخل إلين الصف بانتظام بعد الانتهاء من الطابور هذا أيضا سلوك صحيح التمرين الثاني نكتب سلوكا نقوم به في الأماكن الآتية غرفة الصف ماذا نفعل بها؟ سأكتب سلوكا واحد أنتم تستطيعون كتابة عدة سلوكات في الغرفة الصفية المحافظة على النظافة والنظام ساحة المدرسة عدم الركض الحديقة العامة عدم تسلق الأشجار وأيضا تستطيعون كتابة سلوكات أخرى تم التعرف عليها في هذا الدرس إذن يا أعزائي سأطلب منكم أن تلتزموا بالسلامة العامة من خلال الإرشادات التي يقدمها لنا آباؤنا وأمهاتنا وأيضا الاستماع لمعلماتنا لأنهم أدرى بمصلحتكم وحفظكم وأمانكم إذن نستمع للكبار لأنهم أدرى بمصلحتنا ويخافون علينا إذن حافظوا على أنفسكم وحموا أنفسكم وابتعدوا عن الأماكن الخطيرة بهذا أكون أنهيت يا أعزائي درسي لهذا اليوم على أمل أن ألقاكم في حصة قادمة بإذن الله إلى اللقاء